طيب دلوقتي بقى احنا عارفين ان العصير ده هو الملازي الامن للمصريين ونسبة كبيرة وشريحة كبيرة مننا كلنا بتعشق عصير القصب وخصوصا في الحر لو طلبنا كده من حضرتك روشيتة غزائية للمصريين في الحر ده وخصوصا زي ما الارصاد قالت احنا فترة بتعلو فيها درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية فنعمل ايه اكلا وشربا سؤال رائع اشكر جدا حضرتك عليه خاصة ان زي ما حضرتك تفضلتي انا عملت دراسة عن الارضية التقليدية في قرى ونجوع مصر وعموم الدولة عند حضرتك محافظة زيقنا المشروب الرسمي الترحيبي للضيف هو عصير القصب بالنعناع ده المشروب الاوفيشيال يعني ده يتشرب بعدها نتناقش نتناقش بقى نشرب اي حاجة تاني نأكل اي حاجة تستيدي نتكلم معنا مع بعضنا انما رجوعا الى سؤال حضرتك الرائع خليني الفت النظر وافكر نفسي قبل ما افكر الغير الحل هو المية يا فانتس ايوه كمشروبات المية بالضبط المية ثم المية وخليني اؤكد لستاذة المشاهدين ان لون البول ينبغي ان يكون شفافا لكون البول لونه غير شفاف ده انديكيشن ان جسمي مقصو مية ولذلك انا دايما بخلي الحالات اللي انا بتبعها بقول لها تناول كوب ماء كل ساعة على رأس الساعة مدة 12 ساعة منذ الاستيقاظ حتى 12 ساعة بعد كده عايز نشرب براحتك مش عايز نتحور انما انا اللي يهمني كوب باية مية كل ساعة عشان ابقى غطيت ميوعة الدم وغسيل الدم نيجي للأكل واشتوب بتاع حضرتك اللي تفضلت بيه الأكل يكون عبارة عن ايه مهم جدا ان انا احرص على طبق الصالة الخضرة خماسي الالوان اللي بيسمى عند الفرنسويين الجارد من جي حارس الواجبة لان في الحالة دي انا بقدر اضمن ان انا خدت مجموعة الاغذية المسؤولة عن سلامة العمليات الحيوية اللي هي فيتامينات ومعادن وانزيمات ويرمونات ومركبات عضوية وفي نفس الوقت خدت معاها جرعة مية كتير وفي نفس الوقت شغلت خمتين في المية من حيز المعدة علشان ما اغضقشي في بقية انواع الاغذية اما بقية الاغذية بنقول للمشاهدين من فضلك اعتمد على التركيبة الاغذية لو كنت بيد اكله مسلوء او ممكن قملات انما مايبقاش عيكة لو كنت ماكارونا تبقى ماكارونا بصوص طماطم او بصوص بولونيز انما مش باش عمل الخضار يبقى نيف ني او مسلوء او سوتين مايبقاش طواجن اتك 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 ده جميل جدا دكتور مكدي بشكر حضرتك شكرا جزيلا